قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقة وفي سياق الأخبار النهاردة اللي معانا في برنامج التريند هايزا ابدأ بخبر مهم جدا وهو خبر رسمي متعلق بقرار للكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي رسميا تم تغريم إمام عشور لاعب خط وسط النادي الأهلي لما بدر منه في مران الأمس ده خبر رسمي بنعلنه من خلال شاشة قناة الأهلي لكل السادة المشاهدين النادي الأهلي قرر تغريم إمام عشور مليون جنيه هذا القرار جاء بناء على قرار من الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي نظرا لما بدر من اللاعب الأمس في مقر النادي بالجزيرة أو تحديدا في ملعب مختار التيتش أثناء المران ويمكن الفريق زي ما قلت لحضراتكم كان فيه تدريب مبارح بعد مباراة استاد أبيجان كولر عمل برنامج زملي للتدريبات بعد المباراة على طول يبقى فيه تدريب في اليوم التالي والنهاردة راحة سلبية وبالأمس كان ليه نظام معين في التدريب استشفى لللاعبة اللي شاركت بشكل أساسي وفي نفس الوقت تدريب جماعي لللاعبين اللي ما شاركتش في المباراة فانبارح كان فيه تفاصيل متعلقة بقى بفكرة المشاركة وعدم المشاركة ولكن كان فيه قرار انضباط مهم جدا من الكابتن محمد رمضان في مرحلة مهمة جدا من مشوار الفريق في الفترة الحالية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريق وهو تغريم إمام عشور زي ما أنتم شايفين على الشاشة دلوقتي والقرار بيعلن من خلال شاشة قناة الأهلي وده اللي احنا متعودينه من النادي الأهلي ما فيش حاجة بتستخبى أي قرار انضباطي أي قرار بيتعلق بأي لاعب داخل الصفوف الفريق فيش حاجة تستخبى النادي الأهلي هيعلن بشكل مباشر من خلال المنبر الإعلامي شاشة قناة الأهلي عبر الويب سايت عنده الصفحة الرسمية الحمد لله يمكن المنظومة الإعلامية بتعمل بشكل كامل متكامل لتخطية كافة الأخبار والأنشطة المتعلقة بالنادي الأهلي وأي خبر بيتم تدوله في السوشيال ميديا مهم جدا نأكد لحضراتكم ونعلنه من خلال شاشة قناة الأهلي عشان تبقوا متأكدين من كل خبر وكل معلومة ما فيش حاجة بتستخبى موقف مع إمام عشور بنعلنه بشكل رسمي إصابة لأي لاعب بنعلنها بشكل رسمي كان فيه كلام كتير بيتقال مثلا قبل كده على إصابة وسامة أبو علي هنا من خلال شاشة قناة الأهلي طمنا حضراتكم وقلنا لكم التفاصيل الرسمية من خلال مصادرنا طبعا ومن خلال الأخبار الرسمية في النادي الأهلي ومع الأيام بتتأكدوا طبعا أن هنا ما فيش مجال الاكتهاد هو ده منبر رسمي إعلان رسمي لازم يصدر من خلال شاشة قناة الأهلي أتمنى فترة اللي جاية يكون فيه تركيز أكتر من الجميع في صفوف الفري وتحديدا اللاعبين عشان المرحلة اللي جاية بالتأكيد عندنا مطشط صعبة جدا في دور الأبطال وفي الدور العام وكمان بطولة الانتر كونتنينتل إن شاء الله هتنطلق يوم 11 ديسمبر والآن عنده مباراة صعبة جدا في كأس التحدي يوم 14 ديسمبر